موسيقى التحليلية من الميادين المقاومة تتعظم في الضفة الغربية والأجهزة الأمية الإسرائيلية عاجزة عن مواجهتها وتوقعها العمليات الفدائية الفلسطينية كيف تحولت إلى كابوس حقيقي لتلابيب قصت تدفع بتعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة في مواجهة مقاتل العشائر العربية في دير الزور دائرة الصراع بين قوات سوريا الديمقراطية والعشائر تتسعى أزمة دور أم هوية أم هي فاتورة السنوات السابقة وأي دور لواشنطن القضاء الأمريكي يحكم بالسجن على اثنين من مدبر اقتحام الكابيتول إدانة جماعة براوت بويز اليمينية حكم بإقصاء ترامب أم خدمة انتخابية له في وثيقة اليوم مستويات الجوع ترتفع في دول عديدة حول العالم إن عدام الأمن الغذاء يبلغ مدى أوسع أكثر مما كان عليه قبل جائحة كورونا وفي قضية اليوم محافظات بلا محافظين وسفرات بلا سفراء تونس في قلب معركة تغيير إداري شامل التطهير الإداري في سبيل إنجاز التغيير أي حتمية للعلاقة بين نجاح الثورات في التخلص من إرث الأنظمة السابقة أكثر من صداع باتت العمليات الفدائية الفلسطينية تحولت المقاومة في الضفة إلى تحدي أمني بلا علاج وسط عجز الأجهزة الأمنية عن إيجاد أي حلول أما الكبوس الحقيقي الذي تعيشه تل أبيب فيتمثل في اتحاد صفوف فصائل المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في الضفة على وقع تسجيل المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ارتفاعا دراماتيكيا في عدد الإنظارات من تنفيذ عمليات خلال الأيام الماضية جاءت العملية الفدائية عند حاجز مكابيم غربية رامالله لتؤكد عجز الأجهزة الأمنية عن كبح موجة العمليات الفلسطينية أو الحد منها على الأقل هجوم مكابيم ينضم إلى سلسلة هجمات أربعة هجمات خلال يوم واحد وهذا مرة أخرى يرفع لنا صخف موجة الإرهاب التي تعصف بنا منذ سنة ونصف ونحن الآن في فترة حساسة ويجب القول أنه مقابل مهاجمين مفردين كهؤلاء حيث لا تحصل دائما على إنذار لا يمكنك عرقلة هذا الأمر قبل أن يحصل كل تقديرات الوضع التي أجراها المستويان السياسي والأمني خلصت إلى تعزيز القوات على الأرض بكتيبة إضافية ليبلغ عدد الكتائب المتموضعة في المنطقة 22 كتيبة في ظل الخشيتي من أن أي أعمال عقابية أخرى إضافية بحق الفلسطينيين قد تؤدي إلى تزايد العمليات واشتعال قطاعات أخرى وتزايد سخونتها نحن في حالة استنفار مرتفعة هناك الكثير من الإنذارات وهذا يعني أنه كل يوم خلال الأيام الأخيرة الشباك والجيش الإسرائيلي يعملان على إحباط هجومين إلى ثلاثة هجمات مهمة ولذلك نشهد تعزيزا إضافيا للقوات في الضفة وفيما قال محللون أن الواقع الأمنية يضع إسرائيل أمام وضعا استراتيجي لم تختبره سابقا أشار آخرون إلى أنه في الأسبوع الماضية تشكل نوع جديد من التهديد لا يمثل ارتقاء في مستوى العمليات ووتيرتها ونوعيتها فحسب بل يتجلى في توحيد فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة من حيث التنظيم والوسائل والروح القتالية محلل المايدين لشؤون العربية والأقلمية عبد الرحمن نصار أهلا وسهلا بك معنا كيف يمكن توصيف الواقع العملياتي الفلسطيني في الضفة تحية لك يا علاء والزملاء والمشاهدين يمكن توصيف هذا الواقع من زوايا عدة الزاوية الأولى ترزع وتبادل الأدوار نحن نتحدث عن فصائل وشعب معطاء من جهة الفصائل الجهاد الإسلامي توكلت بالصورة التنظيمية أي الجسم الأمني والعسكري الكامل ربما حماس لم تستطع ذلك بسبب المواجهة الخاصة بينها وبين السلطة الفلسطينية فاعتمدت على ما يسمى نظام الخلايا الميتة التي تضرب ضربة واحدة وتحصل على تمويل والسلاح لمرة واحدة ثم تختفي أو تطارد من جهة أخرى هناك العمليات الفردية هذا على صعيد تبادل الأدوار من جهة ثانية نوعية العمليات بدأت تختلف كنا نتحدث قبل ثلاث سنوات عن كم كبير من عمليات الطعن والدهس على اعتبار أن هذه هي المتوفرة بين أيدي الفلسطينيين هذه السنة هي سنة عمليات إطلاق النار بامتياز بأضعاف مضاعفة وأيضا دخلت العبوات الناسفة على الخط ولم تقتصر فقط على منطقة جنين وإنما بلات تنتشر التقنية وطريقة التصنيع في مناطق أخرى سواء في طول كرم أو نابلس وهذا تطور خطير من جهة ثالثة يمكن قراءتها من ناحية جغرافية وهي توزع النقاط شمالا وجنوبا وفي الوسط وهذا أيضا يزيد التشتت والضغط على الجيش الإسرائيلي مراسل الميادين رضا الباشا اليوم في هواجس إسرائيلية في رام الله واعتداءات أيضا ينفذ الاحتلال وتنفذ إسرائيل بسوريا هل من رابط بينما يجري في رام الله ومخاوف إسرائيل من عودة سوريا كحاضنة رئيسية لفصائل المقاومة؟ نعم أولا فعلا هذا الأمر لا يمكن فصله عن بعضه البعض بين سوريا التي تشكل إلى اليوم حاضنة للفصائل الفلسطينية على الرغم من كل المصاعب التي تواجهها نلاحظ بأن عودة مكاتب الفصائل الفلسطينية حماس وغيرها من الفصائل تشكل اليوم دمشق مركزا رئيسيا لها وهذا بطبيعة الحال يزعج إسرائيل خاصة وأن الحدود السورية مع فلسطين المحتلة شكلت خلال الفترات الماضية عامل دعم كبير لفصائل المقاومة وخاصة كما نذكر بأن السيد حساب صلى الله أكد أكثر من مرة بأن الأسلحة النوعية التي استخدمتها فصائل المقاومة الفلسطينية سواء في غزة أو غيرها هي قادمة كانت من دمشق وعندما أشار بطبيعة الحال إلى صواريخ الكورنيت في أحدى المقاطع الزمنية اليوم نحن نتحدث أيضا عن مخاوف وهواجس إسرائيلية من أن تكون سوريا هي المنطلقة من أجل تسليح المقاومة الفلسطينية في جينيم في رامالة في غيرها من الأراضي التي يمكن أن تعتبرها إسرائيل بأنها بعيدة عن غزة وحتى المقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني وفي الداخل الإسرائيلي كل هذه الأمور تدفع إسرائيل بشكل أو بآخر أن تسعى لعدم تمكن دمشق أو للحيلولة دون تمكن دمشق من العودة إلى دورها الإقليمي أولا والحيلولة أيضا من استعادة عفيتها وقواتها لأن هذا الأمر سينعكس بشكل أو بآخر وبشكل كبير جدا على الدور والدعم السوري الذي يمكن أن يقدم لحركات المقاومة الفلسطينية أعود إليك عبد الرحمن اليوم زيادة نسبة التسلح بين المستوطنين هل ستؤثر على العمليات الفلسطينية إن كان بتزايدة أو حتى بانخفاضة ولماذا؟ هو صراحة سلاح منذ حدين يعني من جهة المستوطنون يزيدون تسلحهم وتوجد هناك تسهيلات قانونية من أجل حصول على الأسلحة وملوحظ في الأرقام المقدمة أمران الأول أن النساء يتسلحن بصورة لافتة وزادت بنسبة 88% عما قبل وثانيا أن النوع السلاح الذي يفضلون اختياره هو المسدسات لكن انعكاس هذا الأمر سيكون سلبيا أكثر مما هو إيجابي بالمعنى العمليات على الأرض صحيح أن المستوطن ربما يستطيع الدفاع عن نفسه في بعض الأماكن عند تنفيذ عمليات أو يستطيع بعد تنفيذ إحدى العمليات خاصة إنسكانة عملية داعس أن يقتل المنفذ الفلسطيني وحدث هذا مرارا ولكن في الوقت نفسه يستطيع أن يذهب وتحدث هذه الأمور ليقتل الفلسطينيين ويعتدي وكل الدراسات الإسرائيلية الأمنية تقول أن هناك علاقة طردية بين ازدياد اعتداءات المستوطنين بغض النظر عن نتائجها إذا كانت حرق أو قتل أو إصابة ومن جهة أخرى الرد الفلسطيني المباشر بالعكس عندما يهاجم الجيش في مكان ما الفلسطينيون يتصدون بالطريقة الرسمية أكثر ولكن عندما يهاجم المستوطنون تشعرين أن هناك ندية أكثر في التصدي الفلسطيني بوتيرة مرتفعة تسير الاشباكات بين الفصال الكردية والعشائر العربية في قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور يأتي ذلك بعد أن توالت الانشققات عن قصاد إثر دعوة شيوخ العشائر تطورات دفعت التحارف الدولي بقيادة واشنطن إلى التحذير من ضرورة وقف العنف في الشرق السوري يرتفع لهيب المعارك شمال دير الزور تفعت القيادة الكردية في قصد بأسلحة ثقيلة إلى الجبهات مدافع ودبابات تدعمها طائرات مسيرة في مواجهة مقاتل عشائر عربية بسطت سيطرتها على قرى وبلدات تشكل خط تماس مباشر مع الجيش السوري في وقت سجل فيه انشقاق العشرات من أبناء العشائر عن قصد استجابة لمطالب شيوخ العشائر ووجهائها نعلن انشقاقنا عن قصد وانضمامنا إلى مقاتلين العشائر نوجه رسالة إلى كل عسكر من الشعاطات ومن العقادات مع قصد اللي اقنعوا أنه هم جاعد قاتلون بخلايا لا أنت جاعد قاتل بهلك تصريحات ومطالب القادة المعتقلين في سجون قصد وإصرار الأخيرة على اتهام أبناء العشائر بالإرهاب وأنهم خلايا داعش وعملاء عوامل شكلت استفزازا زاد البيانات الصادرة عن شيوخ ووجهاء العشائر العربية معلنين النفير العام نضالم من أبناء الرقم من يعمل لصالح الميليشيات الكردية أن ينشق عنهم ولا تكون أذاتا وضحية بين هذه الميليشيات انشقاقات بالعشرات بين أبناء العشائر دفعت قوات سوريا الديمقراطية إلى نشر المسلحيها من الكردي على خطوط المواجهة في مشهد قد يشعل لهيب نار عربية كردية ما يجري في الجزيرة من صراع ما بين العشائر العربية وقصد هو أمر طبيعي بسبب الحساسيات التاريخية السابقة من قبل بالإضافة للدور الأمريكي وبقيط الأدوار الأقليمية والدولية في الصراع الذي يجري الآن احتدام الصراع في ظل إرادة دولية لا تخفي رغبتها في تشديده دخلت على خطه فصائل مسلحة تابعة لتركيا محاولة التقدم على جبهة من بج بلباس العشائر في محاولة لقلب موازين القوى في أرياف حلب بما يخدم مصالحها محاولة أنقرة للدخول على خط الصراع الدائري بين قصد والعشائر العربية في شمال دير الزور ينذر بتحويل دائرة الصراع من صراع محلي إلى صراع إقليمي دولي تحاول من خلاله تركيا تحقيق مصالحها في الشمال السوري رضا الباشا حلب الميدين رضا في ظل البيانات الصادرة عن شيوخ وجهاء العشائر هل نحن أمام اتساع رقعة المواجهات أم سيقتصر الموضوع على أرياف دير الزور بطبيعة الحال هذا الأمر يمكن أو يرتبط بما ستقوم به قصد خلال الساعات المقبلة وخلال اليومين المقبلين الأجواء إلى الآن توحي بأن دائرة الصراع ستتسع دائرة الصراع التي كانت في بعض قرى وأرياف أو جزء من أرياف دير الزور الشمالي اليوم التسعت لتشمل أكثر من 25 قرية وبلدة وحتى يمكن أن كل مدينة في أرياف دير الزور الشمالية بتتصل إلى حدود حقل العمر النفطي وهي القاعدة الأمريكية الرئيسية في المنطقة ويمكن أيضا أن تمتد إلى أبعد من ذلك إلى أرياف مدينة الحسكة خاصة وأن المعارك الآن تدور تقريبا أو أعلنت قوات العشائر بأنها سيطرت على هاجين هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى التسع باتجاه ريف الحسكة الجنوبي واتجاه أرياف الحسكة كل هذا المشهد واتسع هذا المشهد يرتبط بشكل وثيق بما سيصدر عن قصة خلال الساعات المقبلة أيضا يرتبط في الدور الأمريكي إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستكتفي بالبيانة الذي صدر عن سفارتها في سوريا بأنها تدعو من أجل التهديئة وعودة السلم المحلي إلى هذه المنطقة أم أنها ستتجه للدخول بشكل مباشر على خط هذا الصراع والعمل على إيجاد وساطة أمريكية وتسوية أمريكية ترضي كلا الطرفين في الصراع الدائر حاليا أما فيما يتعلق بإمكانية وصول الحسكة بطبيعة الحال هذا الأمر سيرتبط بارتباط مباشر إذا ما حولت قصد هذا الصراع من صراع بينها وبين وحدات حماية الشعب الكردية وبين العشائر إلى صراع بين كردي كردي أو كردي عربي يمكن أن يؤدي إلى فعليا صراع كبير على مستوى المنطقة برمتها مراسل الميادين محمد كريم معنا من واشنطن البعد الأمريكي في اشتباكات شرق الفراد والتوترات في السويداء يعني واشنطن اعتقدت بأن إثارة بعض الاحتجاجات لربما في السويداء هو سيحيي مشروع الولايات المتحدة بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب السوري لحماية إسرائيل بالدرجة الأساس ولكن يبدو أن هذا الرهان اصطدم بعزم الدولة السورية على استعادة وبسط سيطرتها على جميع أراضيها وهذا ما رأيناه أيضا من خلال الاشتباكات التي استهدفت القواعد الأمريكية والتي دفعت بالبنتاجون إلى إرسال مزيد من القوات الأمريكية مجعومة بالمعدات العسكرية إلى الشرق السوري أما الأمر الآخر فإن الصيغة التي ثبتتها الولايات المتحدة سابقا وهي بإعلاء قصد على حساب العامل العربي يبدو أن اليوم الولايات المتحدة تفاجأت بأن هذه الصيغة لم تعد قائمة إلى حد كبير في خدمة المصلحة الأمريكية بعودة الوعي الوطني للعشارة العربية في مواجهة قصد بدرجة الأساس وبالتالي كانت هناك محاولات لواشنطن بقطع الطريق ما بين العراق وسوريا إطباق مزيد من الحصار على الدولة السورية ولكن يبدو أن هذه الرهانات حتى الآن هي لم تفلح ولم تنجح أعود إليك رضا شاهدنا تحركا لمسلحي الجيش الوطني التابع لتركيا على جبهة منبج في محاولة طبعا الاستغلال ما يجري كيف يمكن أن يقرأ هذا التحرك؟ وهل ستقبل واشنطن بتغيير موازين القوى؟ أعود الحال لو لم يتحرك المسلحي الجيش الوطني بالتجاهة منبج كان هذا فعلا محل إثارة للاستغراب لأن جبهة منبج ومدينة منبج بحد ذاتها كانت هدفا لتركيا خلال السنوات الماضية وما تزال هدفا لتركيا حتى هذه اللحظة ومن الطبيعة أن تقوم تركيا باستغلال الواقع الراهن في شمال دير الزور وتبحث عن ذريعة أو تبحث عن أداة يمكن أن تستغلها من أجل الدخول إلى منبج ولكن هذه المنطقة تخضع لتوازنات تخضع لتفاهمات وتخضع لاتفاقيات دولية اتفاقيات بين إيران وروسيا وتركيا من جهة وتوجد أيضا نقاط حرس حدود للجيش السوري على امتداد هذه المنطقة هذا يعني بأن أي عملية عسكرية يمكن أن تكون باتجاه هذه المنطقة تحتاج إلى موافقة ليس فقط من قبل تركيا وإنما أيضا الأطراف المقابلة لتركيا في طبيعة الحال وهنا يصار تساؤل مهم إن كانت تركيا فعليا تنوي دعم والعشائر أو مسلحي الجيش الوطني التابعين لتركيا يريدون دعم العشائر في شمال دير الزور لماذا كان التحرك على جبهة منبيج لماذا لم يكن التحرك مثلا على جبهة رأس العين وتن أبيض وهي الجبهة الأقرب فعليا إلى ريف دير الزور الشمالي لماذا أرادت تركيا أن تحرج روسيا والدولة السورية من خلال هذا التوجه ولكن بطبيعة الحال رد الدولة السورية ورد الجانب الروسي أثبت بأن موازين القوى على هذه الجبهة بالتحديد لا يمكن القبول بأن تتغير ما لم تصاغ اتفاقيات جديدة على هذه الجبهة أما فيما يتعلق بأن ترضى واشنطن بأن تتغير موازين في قسد أعتقد بأن واشنطن تريد فعليا أن تغير موازين القوى في قسد بما يرضي الجانب التركي ولو جزئيا مما يخفف من الضغط التركي المتكرر على أمريكا بأن قسد تشكل هاجسا لأنقرة وهي بطبيعة الحال أنقرة هي الحليفة الأقوى للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المنطقة إذا ما تغيرت موازين القوى وموازين السلطة في قسد لربما سيكون هذا عامل لتخفيف الضغط التركي على واشنطن من أجل التخفيف من الدور الكرد داخل القسد والآن مشاهدين إلى فقرات وثيقة اليوم الجوع وانعدام الأمن الغذاء في العالم لم يتوقف عن الارتفاع هذا العام تقرير نشره موقع غالوب الإخبار الأمريكي عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم يظهر وبالأرقام أن المستويات التي لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا التقرير اعتمد على بيانات الأمن الغذائي لمنظمة الأغذية وزراعة للأمم المتحدة فاو عبر استطلاع غالوب العالم لتأمين أو لتقديم آخر تحديث حول تقدم العالم نحو القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي ووفقا لذلك تبين أن العالم لا يزال بعيدا عن المسار لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030 يشير التقرير إلى أن الجوع أثر في نحو 700 مليون شخص العام الماضي وهو ما يزيد بمقدار 122 مليون عن عام 2019 قبل الوباء التقرير توقع أن يظل نحو 600 مليون شخص يعانون نقصا مزمنا في التغذية في عام 2030 وهو ما يمثل نحو 119 مليون أكثر مما كان متوقعا لو لم يحدث الوباء ولا الحرب في أوكرانيا براود بويز يعود اسم المنظمة الأمريكية إلى الواجهة مع الحكم على اثنين من أفرادها بالسجن بعد إدانتهما بتدبير اقتحام مبنى الكابيتول عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة إدانة طالت بنحو أبعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يخوض معارك على أكثر من جبهة من القضاء إلى الرئاسيات المقبلة هكذا كانت الصورة يوم السادس من كنون الثاني يناير عام 2021 المئات من أنصار ترامب يقتحمون مبنى الكابيتول مشهد لم يحدث من قبل في قلب العاصمة الأمريكية وما زالت أصداؤه تتردد حتى الساعة آخرها الحكم على جو بيكز وزاكريل زعيمي جماعة براود بويز اليمينية المتطرفة بالسجن 17 عاما و15 عاما بعد أن أدانتهما هيئة محلفين بالتآمر لاقتحام المبنى هذا الفعل ودعوته إلى حرب لإبقاء دونالد ترامب رئيسا كلفاه أطول العقوبات بعد ستيورت رودز مؤسس مجموعة أوث كيبرز اليمينية التي شاركت في الهجوم والمحكوم عليه بالسجن 18 عاما من الواضح أن الأحكام كانت خطيرة وهذا مخيب للآمال سيعاني هؤلاء الرجال لسنوات عديدة خلف القطبان نحن نتطلع بشدة إلى عملية الاستئناف في هذه القضية بضع سنوات كانت ستكون كافية هذه الأحكام قاسية وزارة العدل وجهت اتهامات إلى أكثر من ألف ومئة شخص في القضية في وقت يواجه ترامب اتهامات تآمر منفصلة على خلفية دوره في التحريض على الهجوم من خلال تقديم مزاعم بسرقة الانتخابات منه في السياق دفع الرئيس السابق ببراءته من التهم الموجهة إليه فيما يتعلق بمحاولاته المزعومة إلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا وتنازل عن حقه في توجيه الاتهام شخصيا في الرابع والعشرين من آب أغسطس الماضي سلم ترامب نفسه للسلطات في مقاطعة فالتن ثم أطلق سراحه بكفالة بقيمة مئتي ألف دولار بعد نحو عشرين دقيقة من حجزه في سجن بالمقاطعة بعد أخلي بصماته وصورته الجنائية ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يخضع لهذه الإجراءات في تاريخ الولايات المتحدة مراسل الميادين محمد كريم أعود إليك ما هي المؤشرات الآن بعد صدور الحكم على زعيمي جماعة براود بويز على ترامب وجولة الانتخابات الرئاسية المقبلة سرعة إطلاق القضاء الأمريكي لأحكامه بهذه القضية هذه القضية التي تحمل جملة تداعيات وتداخلات التي كان من المفترض أن تستغرق مزيدا من الوقت هذه السرعة إلى ماذا تشير تشير بشكل واضح إلى أن هناك رسالة واضحة من القضاء الأمريكي إلى الرئيس السابق دونالد ترامب بأن القضاء اليوم هو على جهوزية تامة لإصدار أحكامه بإدانة ترامب ومعاونيه بمسألة محاولة أو اقتحام الكونغرس الأمريكي عقب الانتخابات الرئاسية الماضية لأن ترامب أساسا هو يحاكم هو الآخر مع عدد من مساعدي بهذه القضية أيضا هذا الأمر الأول الأمر الآخر هناك قاعدة تشكلت في الولايات المتحدة هذه القاعدة ماذا تقول تقول أن كل إدانات مرتبطة أو التهم مرتبطة بالرئيس السابق هي دائما ما تكون متزامنة مع بروز لربما أدلة جديدة أو الكشف على المعلومات الجديدة تتعلق بتورط الرئيس الحالي جو بايدن ونجله بقضايا فساد وتلقي ريشان من قبل جهات خارجية والأمر الزمني المرتبط بهذه المسألة مسألة إدانة براود بويز وليبدو أنه مرتبط بما أعلنته شبكة نيوز ماكس اليمينية من أنها تمتلك دليلا ماديا حسيا يثبت تورط الرئيس الحالي جو بايدن بمسألة فساد واضحة وهذا الدليل الذي تحدثت عنه نيوز ماكس هو سيكشف عنه قبل نهاية هذا العام وسيثبت بالدليل القاطع عن تورط بايدن في هذه المسألة وبالتالي يبدو أن هناك محاولة لصرف الأنظار وحرف الأنظار والانتباه عن هذه القضية بإعلان هذه الأحكام التي صدرت بحق زعماء براود بويز في اليوم أمس عبد الرحمن أعود إليك رغم أنه لا شيء واضح أو حتى مؤكد المنطقة العربية كيف تنظر إلى احتمالية عودة ترامب؟ صراحة ما يجري مع ترامب وإن كان يمكن وصفه بالإدرامة السياسية اللافتة على صعيد الحياة السياسية العامة أو الحياة الأمريكية ولكن المنطقة تراقبه بعين دقيقة لأنه مثل عودة ترامب ستمثل مشكلة لأطراف عدة في المنطقة يعني على الصعيد الإقليمي إيران وتركيا كانت متضررين بشدة من ترامب لننسى أن دونالد ترامب هو من تجرأ على إعطاء الأمر باختيال وقتل شهيد قاسم سليماني الأمر الذي تجنبته الولايات المتحدة على مدار أكثر من 25 سنة أيضا على الصعيد العربي صحيح أن دول الخليج على وجه التحديد وحتى مصر استفادت من ضعف الإدارة الأمريكية الحالية بإدارة شو بايدن ولكن لا مانع لديها أبدا من عودة ترامب وعقد صفقات أخرى على طريقته هذا أمر كان مناسبا بالنسبة إليهم ووجدنا تحديدا القيادات الشابة في الخليج كيف تصرفت مع هذا الأمر على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي تحديدا تمثل عودة ترامب نقطة إنقاذ لنتنياهو وهنا نقطة لافتة مهمة في التحليل ما حدث بين ليبيا وإسرائيل وإن كان هذا التحليل أتى متأخرا ولكن هو الأدق أنه يبدو أن نتنياهو بوضوح هو من سرب خبر الخارجية الإسرائيلية واللقاء من أجل أن يخرب هذه العلاقات لأن هذا الأمر كان سيكون مفيدا لبايدن وهو لا يريد أن يفيد بايدن في سباق الانتخابات الأمريكية بأي ورقة ولهذا اليوم هو يرفع رأية اعتراض على حصول السعودية على طاقة نووية مدنية ولذلك هو شخصيا أكثر مستفيد من عودة ترامب وسينتظر سيصمد قدر المستطاع سيحاول الصمود بحكومته حتى هذه العودة ولكن مجمل لدراما التي تحدث داخل الإدارة الأمريكية اليوم ورقة المحاكم والقوانين وما أشار إليه الزميل محمد يضع الاحتمالات متقلبة وليست ثابتة أبدا أعود إليك محمد كيف سيتعامل ترامب مع تداعيات صدور الأحكام على مؤيديه طبعا السلاح الوحيد اليوم أو السلاح الأبرز لربما الذي يمتلكه اليوم الرئيس السابق دولد ترامب هو إظهار والكشف عن مزيد من الأدلة أو ما يشير إلى تورط الرئيس الحالي جو بايدن ونجله بقضايا فساد وبالتالي عملية الإفراج عن هذه الأدلة هو يتم بصورة تدريجية وذلك لحسابات انتخابية صرفة وبالتالي ترامب اليوم الذي قام به قام بتهيئة الأجواء الشعبية داخل الولايات المتحدة لكي تتلقى مثل هكذا أخبار متعلقة بتورط بايدن خلال الأشهر المقبلة وبصورة تدريجية وبالتالي هو يحاول بشكل أو بآخر الدفع باتجاه لربما قدام الحزب الديمقراطي على تغيير مرشحه جو بايدن المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وإيجاد بديل عنه أو على أقل تقدير إعلان بايدن بنفسه عن سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية وحتى ان تحقق ذلك لا يبدو أن فرصة المرشح البديل إنجاز ذلك الأمر لن تكون له فرصة عالية لمواجهة دونالد ترامب لماذا؟ لعدة أسباب أبرز هذه الأسباب هو أن شعبية دونالد ترامب برغم من لوائح الاتهامات برغم من الملاحقات القضائية هي ما تزال مرتفعة داخل أوساط الحزب الجمهوري وكذلك على المستوى العام للبلاد وأيضا وجود انقسامات كبيرة جدا داخل القواعد الشعبية والسياسية للحزب الديمقراطي نفسه محمد كريم رضا الباشا عبد الرحمن نصار شكرا جزيلا لكم على المشاركة في الجزء الأول من التحليلية مشاهدين فاصل نحلل بعده قضية اليوم ترجمة نانسي قنقر من جديد أهلا بكم محافظات بلا محافظين وسفرات بلا سفراء هذا هو وضع الإدارات في تونس وسط حرب التغيير الإداري الشامل التي يخوضها الرئيس قيس سعيد ما أدى إلى شغور في كثير من الإدارات أن موذج تونسي يطرح قضية تعامل الثورات مع الدولة العميقة وما يعرف بالتطهير الإداري فهل استفاد قيس سعيد من تجربة النهضة وانخرط في تجربة مغيرة هل هناك حتمية بين نجاح الثورات والتغيير بالتطهير الإداري أيهما أخطر على الثورات الدولة العميقة أم المؤامرات الخارجية وكيف يعمل نهج الدولة العميقة ما الاستراتيجية الناجحة للتحلص من سطوة الإدارات السابقة حرب تطهير الإدارة عنوان المرحلة على ما يبدو في تونس للقضاء على ما يسمى بجيوب الردة التي تعمل من داخل مؤسسات الدولة للتنكيل بالتونسيين خدمة لأطراف كانت تحكم في السابق أو قوى ضغط تضررت مصالحها من مصاري الخامس والعشر من جوليا كما يقول أنصار الرئيس التونسي ويضيفون أن المعركة تتعدت عرقلة المشاريع الحكومية إلى تعطيل الإجراءات الإدارية العادية كعقد القراني أو منح إذن بالدفن في مسعى لتسميم المناخات الاجتماعية هذا المصار التطير بدأ ورئيس الجمهورية تحدث في هذا الشأن في أكثر من مناسبة ودعا رئيس الحكومة إلى القيام بذلك وإلى إعطاء دفن حتى تقوم الإدارة بدورها كرافد قوي للإنتاج والمحافظة والتنمية هذا المصار متعثر نوعا ما إلى حد الآن معركة تطهير الإدارة أفضت إلى أزمة المناصب الشاغرة في مناصب حساسة عديدة في الدولة بحسب مراقبين ست محافظات بلا محافظين وعواصم هامة في الخارج بلا سفراء فضلا عن شغور في حقيبتي وزارتي التشغيل والتكوين والصناعة والمناجم منذ عدة شهور ما يعيق قدرات الإدارة التنفيذية فيما تحتاج الدولة إلى العمل بكل طاقاتها لتجاوز أزماتها الرئيس يبدو أنه يجد صعوبة في اختيار الأسماء المناسبة للأماكن المناسبة ثانيا هناك ضغط من من يعتبرون أنفسهم مساندين له وهم يحرجونه باختيار أسماء هي في نهاية المطاف لا تمتلك سيارة ذاتية مناسبة وبالتالي هناك مأزق أعتقد أن الرئيس مطالب بتجاوزه في أقرب وقت مؤسسات الدولة أصبحت إذن في مرمسها من نقط مناخ التشكيكي يبدو أن قوى ضغط قريبة من مسار الخامس والعشرين من جويليا ظالعة فيه بحسب مراقبين بحثا عن نصيبها من الحكم أزمة المقاهد الشاغرة في مؤسسات الدولة لن تفضي إلا إلى مزيد من مراكمة الأخطاء والأزمات بحسب مراقبين ومعركة تطهير الإدارة تستدعي بتقديرهم التعويل أولا على أصحاب الخبرة والكفاءة لا أصحاب الولاء السياسي عماد استارة تونس الميادين عماد استارة من تونس أهلا وسهلا بك معنا حرب تطهير الإدارة وما أفضت إليه من ظاهرة المناصب الشاغرة كيف أثرت على أزداء الخدمات وهل يمكن اعتبار مرحلة أساسية للقضاء على أدرع الدولة العميقة في مفاصل الدولة مرحبا بك وابل سالة زملاء طبيعيا أن تنعكس سلبا على وضع التونسيين في كل المجالات نحن نتحظى تحقريبا على نصف سكان البلاد في ست محافظات كبرى تونس، اسفاقس، جابس، الكاف، باجا والقاروان دون محافظين دور المحافظ هو همزة الوصل بين السلطة التنفيذية المركزية والمنطقة الذي هو فيها ليمثل سياسات السلطة وينقل أيضا هموم أهالي الجهة ويضع الإسبع على المشاكل التي يمكن معالجتها نتحدث عن أزمة احتكار عن أزمة فقدان مواد أساسية وما إلى ذلك يبدو أن رئيس الجمهورية تبين له أن للإدارة ولمسؤولين في الإدارة دور ويد ظالعة في هذه الأزمة لذلك بدأت المراجعات في العديد من المناصب وفي العديد من المسؤوليات الأزمة تتضخم أو تتعقد حينما يأتي قرار الإعفاء لهذا المسؤول أو ذاك ولا يقع استبداله بمسؤول آخر ويبقى المقعد شاغر لعدة أشهر هنا نتحدث عن تعطيل آداء المؤسسات عن تعطيل آداء الإدارة الذي يزيد من صعوبة الوضع والبلاد تواجه أزمة هذا الوضع هناك أطراف تدفع إلى تعقيد الأوضاع إلى تحشيد الناس على الاحتجاج ضد آداء الإدارة ضد آداء المنظومة السياسية الرئيس يعي ذلك قال صراحة كيف يستوي الظل والعود وأعوجه يرى بأن الإدارة باتت معيقة لتحقيق برنامجه ومراجعته بطيئة جدا تأخذ الوقت أكثر من اللازم وبالتالي تساهم في تحقيق أهداف خصومه في مزيد تأجيج أو تعكير الأوضاع الاجتماعية يبدو أن على الرئيس أن يكون لديه أكثر سرعة في تعيين المسؤولين وعليها أن يبحث على الكفاءات لا على الولاءات لأن بعض الأطراف التي تؤيد أو تدعي أنها تؤيد هذا المسار هي تريد أن تتموقع ضمن منظومة الحكم لا أكثر ولا أقل وحل الميادين للشؤون الأوروبية ودولية موسى عاصي موسى إلى أي مدى ما يقوم به قيس سعيد تحت عنوان تطهير الإداري قد يساعد في ترسيخ أسس الدولة الجديدة دولة ما بعد زين العابدين بن علي يعني مسألة التطهير في أي دولة إن كانت تريد الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أفضل بحاجة لعملية واسعة من التطهير الإداري لإزالة الشوائب الموجودة في النظام أو الأنظمة السابقة وهذه مسألة أساسية في أي تغيير حتى ولو أخذت الكثير من الوقت ولكن علينا أن ننتبه لمسألة حساسة جدا تجري حاليا في تونس إذا ما تحدثنا عنه الزميل اشتارة بهذا التأخير في تعيين ودلاء للذين أعفيوا من مناصبهم وهنا علامة الاستفهام الكبيرة ما إذا كان بالفعل الرئيس التونسي يبحث عن الشروط التي تلبي طلوحات التونسيين أي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أن يكون لهذا المسؤول أو ذاك أولوية هي الاهتمام بالشعب ومطالب الشعب وليس الاهتمام بالولاءات للحكم والرئاسة أم إذا كانت بالفعل قيس سعيد ينتظر لوضع مجبوعة من المسؤولين الذين يؤمرون بأوامره أو يأتمرون بأوامره وهنا مسألة خطيرة جدا على أساس أننا لم نعود في هذه الحالة إذا كان هذا الكلام صحيح لم نعود أمام مرحلة تغيير أو انتقال تونس من مرحلة إلى مرحلة إنما سنكون أمام مرحلة أو عملية إعادة تدوير النظام الصابر ليعود كما يتهم اليوم الرئيس التونسي بأنه يريد حصر الصلاحيات التونسية صلاحيات الحكم في يده وهناك علامات استفهام كثيرة حول كل القرارات التي تفضت منذ وصول قيس سعيد إلى الرئاسة التونسية كل هذه القرارات التي أفضت حتى اليوم إلى أزمة كبيرة في تونس إن كان على المستوى الدستوري على مستوى تعيين الموظفين وأيضا على المستوى الاكتصاري وهو الأهم من موسكو محل الميادين لشؤون الأوراسية والدولية مسلم شعيته هل إجراءات الرئيس اليوم جزء من الصراع على السلطة خاصة بعد خلافه مع النهضة؟ مسأل خير إليكم للمشاهدين وللضيوف نعم لا يمكن أن نستثني ما يحدث في تونس من أساره الداخلية أو بالأحرى من الصراع الداخلي الذي بدى واضحا في الفترة الأخيرة ما بين القوى السياسية أي الأحزاب السياسية وما بين الرئيس سعيد حيث أنه يسعى إلى إلغاء دور الأحزاب وهي تتمسك حكما بحكم كونها وصلت إلى السلطة بالإضافة إلى أنه لا يمتلك برنامجا واضحا تماما طبيعة التغيير السياسي الذي يجب أن ينطلق من إيديولوجيا محددة ومن برنامج سياسي واضح لكنه يعتمد على تغيير الأشخاص وبالتالي يصطدم بحالة خوفا من القوى السياسية الأخرى التي أيضا تعترض على سلوكه بدأ هناك فراغ في الكثير من المراكز الإدارية منها والسياسية إذن بالتالي حسم الصراع الداخلي باتجاه أي نظام يريدونه إن كان إداريا أو سياسيا يمكن أن يؤدي إلى ملء هذه الفراغات وبالتالي انطلاق الدولة نحن نشهد هذا جزء من التناقض والتجاذب ما بين القوى دفع الرئيس إلى أن يكون يسلك هذا السلوك المحايد بتعيناته أو بالأحرى البعيد عن التعينات بانتصار تغييرات معينة عماد الثورة التونسية رفعت شعار شغل حرية كرامة اجتماعية ما الذي تحقق يعني بعد 12 عاما من هذه الشعارات للأسف الشديد وضع تونسيين الاجتماعي والاقتصادي ازداد سواء يعني التونسيون انتفذوا على منظومة حكم استبدادية وعلى منظومة اقتصادية فاسدة وعلى عدم عدالة اجتماعية هذه المطالب بقيت شعارات مرفوعة تمتع التونسيون بشيء من وهم الحرية في التعبير ولكن على مستوى المنجز الاقتصادي تدحرجت الأمور إلى الأسوأ وعلى مستوى يعني العدالة الاجتماعية لم يتحقق شيء في فترة ما في فترة النهضة ثمت من وصف الوضع بأن هناك ثورة مضادة قادتها الدولة العميقة لإحتواء الوضع وإعادة الأمور بما يخدم مصالحها اليوم حينما نفكك خطاب رئيس الجمهورية وهو يتحدث عن محاولات تفجير الدولة من الداخل هو يلمح إلى محاولة أخرى يعني ثورة مضادة جديدة لإفشال هذا المسار السياسي في البلاد وإعادة ترتيب الأوضاع من جديد بالتالي هو يتحدث عن الدولة العميقة التي سقط رأس نظامها وبقيت هي تدافع عن مصالحها يعني حتى سفير الاتحاد الأوروبي السابق تحدث عن 13 عائلة تقريبا في تونس هي التي تتحكم في مفاصل الاقتصاد هي التي تربط نسيج علاقات في كل مفاصل الدولة في القضاء في الأمن في الجمارك في الإعلام في كل القطاعات وتتحكم في اتخاذ القرارات في رسم السياسات حتى في سنة تشريعات في مجلس النواب السابق ثمت تشريعات سنت على المقاص لبعض رجال الأعمال وهذا كان أمرا مفضوحا وبالتالي هو يتحدث عن منظومة تريد تفجير الوضع تريد تعفين الوضع حتى تدفع تونسيين إلى الخروج إلى الشارع إلى الاحتجاج للمطالبة بتغيير الوضع نحن نشهد فقدان مواد أساسية في الأسواق نشهد ارتفاع كبير في الأسعار رغم أن الرئيس يتحدث عن دور الدولة الاجتماعي وتوفير حاجيات التونسيين في الأسواق موسى عصي الدول ماذا عن الدول الأوروبية اليوم المنخرطة مباشرة بالحالة التونسية وكان في زيارة لوافد أوروبي كبير قبل شهرين لتقديم الدعم المادي هل نفهم أنه هذا دعم للرئيس خطواته؟ يعني إذا عدنا لتاريخ العلاقة الأوروبية التونسية منذ وصول قائس السعيد في العام 2019 إلى السلطة المواقف الأوروبية كانت ضبابية بالعام مع بعض الانتقادات للقرارات التي كانت يتخذها قائس السعيد القرارات التي كانت تعتبرها الدول الأوروبية بأنها ربما مخالفة للديمقراطية ومخالفة لحقوق الإنسان ولكن هذا الأمر تغير منذ أكثر من عام تقريبا هذا التغيير في الموقف الأوروبي الإيجابي بالنسبة لقائس السعيد توجى بهذه الزيارة التي قام بها ثلاثة من أكبر زعماء الاتحاد الأوروبي أو من قبار المسؤولين الأوروبيين على رأسهم أرسيلا فوندرلاين هذه الزيارة التي تزامنت أيضا مع تقديم دعم مادة مباشر 150 مليون دولار لتونس السبب فتش عن المهاجرين اليوم تونس هي مصفات المهاجرين الذين يحاولون الوصول من شمال أفريقيا ومن أفريقيا إلى أوروبا والدول الأوروبية لا تريد وصول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي على هذا الأساس يحاول الأوروبيين اليوم فرض نوع من الاستقرار أو الحد الأدنى من الاستقرار تحديدا الاستقرار الاقتصادي في تونس لذلك يمكن أن نرى المزيد من الدعم المادي الأوروبي لتونس وربما أيضا أن نرى العلاقات أو المفاوضات بين تونس والبنك الدولي تتطور بشكل إيجابي إلى مزيد من تقديم الديون من البنك الدولي إلى تونس. وهذا أمر كان محسوم مرفوض خلال الأشهر الماضية. كل الإرادة الأوروبية هي مرتبطة مباشرة بمسألة المهاجرين. والتعامل اليوم بين الأوروبيين وقايس سعيد ليست لشخص قايس سعيد. أي شخص يحكم تونس اليوم. حتى لو كان حزب النهضة على رأس السلطة. فسيتعامل معه الأوروبيون بهذا الشكل من أجل منع وصول المهاجرين من تونس إلى أوروبا. مسلم العلاقات الدولية والإقليمية أكثر تأثيرا على وضع الدول الداخلية. كيف بالتالي تساعد الإجراءات لتخفيف التأثير والسلبيات منها؟ نعم. للأسف ما يجري في تونس لا يساعد على تدارك الضغوطات والهروب منها. التي تمارسها الدول الإقليمية وتحديد الدول الأوروبية التي تسعى لأن تجعل من تونس حارسا بالنسبة للاجئين. بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة بلسان وزير خارجياتها بلينكون صرح بشكل واضح أن تلتزم تونس بما يقدمه ويقترحه البنك الدولي لكي نقدم مساعدات. بالإضافة إلى ما يحدث حاليا في محيط تونس إن كان في ليبيا بعد حادثة وزيرة الخارجية التي أثارت الانتفاضة الشعبية. أيضا هذه رسالة ضغطة على تونس لكي لا تنجر أيضا هي في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ما يحدث في النيجر ويمكن أن يؤثر سلبا على تبدل القوات الإرهابية الموجودة على الحدود هناك. هذا كله ينعكس على الوضع الداخلي في تونس. وللأسف لا تستطيع تونس بهذه الفراغات الإدارية والسياسية والاجتماعية والصراعات الداخلية أن تواجه كل هذه الضغوطات. وبالتالي سترتم بأحضان البنك الدولي وبما تفرضه الدول الأوروبية ويفرضه الولايات المتحدة من إجراءات سياسية على تونس. نتيجة لديونها ولمشاكلها المحيطة بها. أعود إليك عماد. هل يقتضي نجاح المسار الثوري خوط حرب مع الدولة العميقة؟ والتي معروفة أنها مسؤولة عن صنع القرارات والسياسات وأيضا التشريعات. نحن اليوم نتحدث عن حرب تطهير الإدارة. ونعلم جيدا أن رئيس قيس سعيد اتخذ إجراءات فيما يتعلق بتطهير القضاء. وتطهير يعني العديد من القطاعات الأخرى في إبعاد بعض الرموز السياسيين الذين التحوم حولهم شبهات فساد. وبالتالي إذا ما جمعنا كل هذه المعطيات. نحن نتحدث عن حرب ضد الدولة العميقة. يرى أن مشروعه السياسي لا يمكن أن يمر إلا من خلال القضاء على الدولة العميقة. التي تدافع عن مصالحها بشراء الضمم. بربما نظام الزبونية. الذي تنتهجه. وتشابك مصالحها مع القوى السياسية. ومع بعض القوى الإقليمية في الخارج. هي حرب ليست بالهينة. وستستمر طويلا. وربما التونسيون هم من سيدفعون كلفتها. لأن هذه المنظومة مضوبة الفساد والإفساد هي منظومة متحركة. وكل ما تساقطت منها بعض الأعواد أو القطع. تعيد تركيب نفسها من جديد. وتحصن نفسها من جديد. وتحصن مصالحها. حتى باستعداء الخصم. وبتشويه القصم. العديد من التونسيين الذين ذهبوا وقدموا ملفات تدين الفساد. وكانوا مبلغين على الفساد. الإدارة التونسية دعتهم واستجوبتهم. وحققت معهم. وأدانتهم في بعض الأحيان. أصبح من يبلغ على الفساد هو المستهدف. وهو الملاحق قضائيا. ورموز الفساد محصنون بالإدارة. بالقضاء. بالأمن. بما يوفروه لأنفسهم من مناخ عمل ليحمي هذه المنظومة. منظومة الفساد. الحرب ليست بالأمر الهينة. ولا يمكن نكسبها بين ليلة وأخرى. هي حرب طويلة. وأعتقد أن كلفتها الاقتصادية والاجتماعية ستكون باهضة. موسى لماذا نجح الدول بالتخلص من إرث الدولة العميقة بينما فشل الأمر في دول الأخرى؟ إن هذا يعود إلى السروط المرحلية لكل ثورة أو لكل انتقال السلطة من مرحلة إلى مرحلة. إذا كنا نتحدث عن كوبا على سبيل المثال. أو عن الثورة الشيوعية في روسيا عام 1917. في الثورتين كنا نتابع ثورة عسكرية. استخرمة فيها سلاح. كان هناك مواجهات عسكرية وحروب داخلية. رأينا في كوبا أن جماعة باتيستا عندما انتصرت الثورة في ديلكاسر واتشيغي فارا. فروا جميعا من كوبا إن كان إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى دول الجوار. وبهذا استطعت الثورة الكوبية واستطعت السلطة الجديدة أن تخلص مما يعرف أو يسمى بالنظام القديم أو مراكز القرار القديمة في الدولة. الشيء ذاتي في الاتحاد السوفيتي أو في روسيا. ولكن مع انتظار سنوات احتاجت الثورة في روسيا بعد ثورة العام 1917 لسنوات طويلة من أجل التخلص من مراكز القرار القديمة. وأيضا من المتطفلين على الثورة الجديدة. الوضع لا يشبه هذا الأمر في فنزولا. إذا أردنا الحديث عن فنزولا على سبيل المثال. هوغو جافيز رغم أنه قام بمحاولة انقلاب فاشلة في العام 1992. ولكنه عندما وصل إلى السلطة وصل عن طريق انتخابات ديمقراطية. وعلى هذا الأساس لا يمكن له استخدام العنف كوسيلة للسيطرة أو لإزالة العناصر المشاغبة أو عناصر الدولة العميقة أو العناصر التابعة للنظام السابق. وعلى هذا الأساس اليوم فنزولا تدفع الثمن. لأنه لم يكن هناك اتخاذ قرارات جريئة جدا بإزالة هؤلاء من مراكز القرار. هذا أيضا حصل في ولاية فلانيمير بوتين في السنوات الأولى وعندما رسخ فلانيمير بوتين قدامه في السلطة في روسيا. حاول إزالة مراكز القرار من الدولة القديمة والفساد وكل ذلك. ولكنه لم يدأ إلى النهاية. واليوم تعيش روسيا أيضا هذا الخطر الذي لا يزال هنا بأن الأوليغارشية تم تجميل أموالها ولكن هذا غير صحيح الأوليغارشية جاهزة لاستخدام دورها في مواجهة فلانيمير بوتين عندما تحيين الساعة. نعم مسلم بشكل سريع تجارب روسية والإيرانية نجحت بتخلصها من الإرث القديم وبالتالي نجحت باستمرار الثورة لكنها عانت في بناء الدولة لأسباب عديدة. كيف يمكن لتونس أن تتفادى ذلك؟ نعم النجاح كان بتبديل النظام السياسي الاقتصادي الذي اعتمدته الشيوعية كما في إيران بتبديل النظام هناك لكن الفشل كان في بناء الدولة حيث أنهم اضطروا للعودة كما في الاتحاد السويتي ولاحظنا أنهم عادوا أيام لينا إلى الإنتاج الخاص الذي كانت ضربته الصورة الاشتراكية في بدايتها في إيران عانت مباشرة بعد الحرب مع العراق بفقدانها الكثير من الجنرالات إذن بالتالي إما أن تغير كل النظام السياسي الاقتصادي وترتبط بعلاقات جديدة إما أن يجب أن تعتمد على ما هو من إرث هذه الدولة القديمة الإيجابي منه الذي يمكن أن يساعد وهذا في تونس ليس واضحا لأنها تعتمد على نفس النظام تعتمد على نفس العلاقات الدولية وبالتالي تغير الأشخاص هذا لن يأتي إلى نتيجة إن لم تغير النظام السياسي الاقتصادي الإداري الموجود دكتور مسلم شعيتو عماد شتارة موسى عاصي كل شكر لكم على المشاركة في الجزء الثاني من التحليلية مشاهدين هذا كان كل شيء إلى اللقاء اشتركوا في القناة